السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله من قصر دريم لندن وحييكم وبنقدم اليكم توصيل الشبكات ازاي اعمل شبكات للاصر وازاي ايه هي الضغوط والمقاسات والاكتار والصرف الصحي هنعرف كل ما هو يفيدك ان شاء الله بازن الله لما يجي لك اصر كبير بفضل لا تبدأ تتعامل معاه ازاي رقم واحد بعرف انا محتاج ايه في خطوط الميا بتاعتي خطوط الميا دي هنعرف كل خط بيتوزع ازاي والميا بتيجي ازاي طبعا عندي باسم الله ما شاء الله الاصر كبير حمامات كبيرة الضغط اكبر فبنحتاج توزيع الميا ازاي وتوزيعة الصرف ازاي طبعا مبدئيا عشان انا معيش جرافيك او رسم يقول لي اعمل ايه فانا بعمل وابدأ اصمم ان شاء الله باذن الله فمبدئيا انا عندي شبكات الميا رقم واحد لازم اعمل اكساف بالليزر زي كده بدي نفسي زاوية قيمة علشان عندي في خطوط ماشية كده وخطوط ماشية كده وكذلك الامر الناحية التانية عشان اجيبها في الظبط ما تلاقيش المقاس بقى مشتور معاك لو المقاس اتشطر هتلاقي اللحام نفسه بقى مشتور معاك معايا اللحام انا بالحم اللحام ده وانت تلحم اللحام ده هتلاقيه مشتور لو انت ما عدلتش زوايا قايمة من البداية زي ما سيتك شايف معانا على الليزر مديني اكس طولي مع اكس عارضي قدنا زاوية قايمة بناء على ليه لو انت قربت على قرب كده هنا الاكس ميشي وهنا الاكس ميشي الناحية التانية هنا كده ده كده انت زبط الاكس بتاعك ببدأ احط اول افيز وببدأ احط اول افيز هنا وبلقت منه من النص للنص خمستاشر وببدأ اثبت الافيز التاني كذلك الامر من ده لده خمستاشر يبقى كله اطلقت معايا من الاكس اللي انت اخدته هنا وبلقت من هنا لهنا خمستاشر بيبقى انت كده اكستها من الاكس المسورة للاكس المسورة خمستاشر صمتي اولا احنا ما جناش في نص البيزمنت هنا هيبقى استقبال فمش هينفع اجيلك في النص ومشي مواسير انا بمشي جنب الحوائط عشان لو العامل حب يعمل يعمل معاه اه بيت نورزو غير اربيعين صمتي ما جيش انا في نص الريسيبشن اروح لك جاي ما اشيله في نص الريسيبشن لأ خد جنب الحوائط زي ما انا هنا هو بص انا هنا هو اخد جنب الحوائط جنب الحوائط بامشي به الماساب بتاعتي فانا سيادتك ببدأ اثبت اول افيز وبثبت افزاني اللي هي اللي هناك دي وببدأ اشد خط طبعا خلاص انا عرفت ان من هنا من اكسل ليزر للخط ده مثلا تلاتين سنتي باجي هنا اكسل ليزر لهنا تلاتين سنتي بقى انا اكست شغلي من اكسل ليزر بتاعي ببدأ اشد خط على الافيز من الاول للاخر هناك ويبقى اشد خطار عشان يديني سيمترية للمسورة ويديني تكون ماشي معايا السريط وفي نفس الوقت تكون زاوية قايمة اخرام الكور قرب كده تعالى طبعا انا عندي هنا قرب عندي هنا في اخرام كور عشان اعدي بشبكة المية بتاعتي من برا من الليزر باكس يديني اول شنيشة بعد كده زي ما اتفقنا باخد خمستاشر يمين باخد خمستاشر سنتي يمين بحط الخرم الكور التاني وباخد خمستاشر واخد الخرب وباخد خمستاشر واخد الخرب طبعا الخرم ده خمسة وسبعين وانا مسورتي اتنين بوصة في خلوص عشان المسورة اتعدي معايا مستريحة ومش اكتر من كده يبقى رقم واحد الليزر بيأكس لي المكان عشان متلاقيش حاجة مشتورة منك يمين ومشتورة منك شمال طيب اول داخل هنا في الاسرة عندي حمام سباحة عندي غلاية مركزية هتركب على الروف من فوق واخد لها خط مباشر من الدينامو من المطور من برا خط ستريت خمسين ميلي طالع معايا ستريت مباشر يدي الغلاية ويد الخزان في نفس الوقت الخط الخمسين ميلي اللي هو بتاع الغلاية هيدي الغلاية ويد الخزان بعد كده عندي خط همائم سباحة جاي من دينامو من برا من العداد من عند المطور ويمشي معايا مباشر ويلف معايا لف معايا كده هات عندي الحاجة احمد كبير ممشي مع الخط ويمشي هتر عندي الحاجة احمد هناك ويلف يمشي هناك ويطلع عند حمام السباحة من هناك كده. يبقى خط مباشر لحمام السباحة. عشان وانا بعمل حمام السباحة ما يقصرش على شبكة الاصر. في شبكة التخزية. يبقى حاجة دخلنا خط خمسين ملي ليه الغلاية المركزية والخزان. ودخلنا بخط تباتة وستين اتنين بوصة يغزي حمام السباحة فقط لغير وياخد معاه في عندي شاور فوق هياخده معاه. ليه خاص بحمام السباحة. بعد كده عندي الاصر انا عندي مقسمه على فرعتين. فرع داكت جاي من هنا وفرع داكت جاي من هنا. هديله من الدينمو من العداد من برة تلاتة وستين. هاجي كده خط تلاتة اتنين بوصة تلاتة وستين. هاجي بخط من الدينمو من العداد من برة من عند المطور من برة. هيمشي معايا. هيمشي ويخش هنا من خرم الكور دوت. هيخش من هنا على خرم الكور ويجي يطلع يدي مكان الصاعد او الضغط بتاعي من هنا. يبقى ويغزي معايا المنطقة دي. الخط التاني التلاتة وستين بيغزي القصر برضو معايا. هيمشي معايا من هنا. جنب خط حمام السباحة. هنا دخلت باربع خطوط. خط حمام سباحة. خط تغزية القصر الجزء الايمن. ويخط ليه الغلاية بالخزان. ويخط ليه تغزية القصر من الجزء الايصر. مشيت هنا اتفرعوا ليه خطين. خطين ميشي وبحب واحد حمام سباحة. وواحد يغزي معايا التغزية بتاعة القصر من الجزء الايمن. يبقى انت كده وزعت الضغوب بتاعتك. نفتحش مياه في مكان. ولاقي المكان ده بيقصر على المكان ده. او انا بملع حمام السباحة. الاقي ان المية بتقل في الفيلا او في ما شبه الى ذلك. يبقى انت عملت توزيع للضغوب بتاعتك. الغلاية عايزة عود نفسك. سخام مركزي يعني ضغط من البداية للنهاية من المطور من برا. حاول على قد ما تقدر ما تاخدوه على قد ما تقدر. هي مش غلط. بس حاول ما تاخدوهش من الايم بتاع التغزية الرئيسي اللي هي المكان. ده بالنسبة لاتنين بوصة في الشبكة. وطلعت اديت الايم بوصة ونص وهدخل التغزية تلات تربع. يبقى انت كده عملت تناسك في الضغوب بتاعتك من واسع لقادية لقادية يديك الدفاع للمياه. ده كده بالنسبة لتقسيمة المياه طبعا زي باساتك شايف. احنا هلحمين على الارض. مفاصة هتقرر على اللحمات. لحماتك كلها مديك اللحم النموذجي. مديني اللحم النموذجي. باخد مقاساتي. بدق افزان. باطلع بالشغل مرة واحدة. عشان احاوي على قد ما قدر ما لحمشي فوق على السلالم وعلى السقالات. تيبقى اديك اللحم صح لو انا على الارض. طبعا اني عوادي انا بفصل شغلي تحت. وباطلع مي مرة واحدة. اضمن لحمات كويسة. لحمات سخنة. لحمات مش مشتورة. يبقى شغلك كله جاي معاك بالزبط. وباطلع بيبقى واقف معايا الحامل حامل هي نهاية اللحمات عندي او ما شبه الى ذلك. طبعا ده بالنسبة لتوزيع المياه. وان شاء الله بيزني ناح بس بداية بنعرف مع وعد ازاي بنشد طبعا برضو هنا بنشد الخيط من الاكس. وبدق اقافيز هنا. وبدق اقافيز هنا ما بينهم الاثناشر سنتي بتوعي. وبروح هناك في النهاية هناك برضو الليزر بتاعي بلقط منه. وبيديني الاكس. وباخد خيط. بشد خيط زي كباين معاك الخيط. بشد خيطني الاول للاخر وببدأ ادق الافزان بتاعتي على المسافات اهو. يعني ببدأ اشد الخيط وبادق المسافات بتاعتي. البوسة ونص كل سبعين سنتي افيز. ويقل اتنين بوسة كل تمانين سنتي افيز عشان يديني عصب. وكله جاي معاك احت الجيبسون بورد وماشي معاك في الاركان. ان شاء الله بازن الله يا رب نقولي اعجابكم. وان شاء الله بازن الله دي بداية فيديوهات تصميم الجاربن من تحت هنا في الاصر. وان شاء الله بازن الله تصميم الصرف الصحي هناك اهو. هنشوفه في فيديو تاني عشان بس بقاش الفيديو طويل معانا. ان شاء الله بازن الله تابعونا على صفحة صباق شاطر على الفيسبوك. وكانت صباق شاطر على اليوتيوب. وما تنسوناش من صالح دعاكم. دعوة صالحة. من رجل صاح تكفينا بالدنيا وما فيها. وما نكس ومالهم من صدق. دعوة كويسة ان شاء الله بازن الله بتحس بها في طريقنا وفي عيالنا وفي بيتنا ان شاء الله بازن الله. يا رب نقولي اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.